السلام عليكم شوانسين دلوقتي عايزين نشوف حاجة كده ممكن بتبقى بتحصل لك في البرنامج بتاع الصيف عايزين نشوف حل ليه دلوقتي انت لو رسم البلاطة دي كلها جزء واحد زي ما حضرتك شايف وهنا البلاطة دي كانت مرسومة كل جزء الواحد وجزء ده الواحد و جزء ده الواحد وحطيت مجموعة من العمداء المشكلة اللي بتحصل ان هي فيه بيتحصل مشكلة بسيطة في الموضوع بتاع المش يعني انا لو عايز اقسم البلاطات دي باجي وقل له لو سمحت اعمل لي اوتوماتيك سلاب مش وخلي هالي مثلا نص في نص او خليها ادك شوية خليها ربع في ربع واروح ايلي اوكي كده هو بيقسم البلاطات لو انت حابب تظهر المش دي بتيجي من هنا وتقول له شو مش وتقول له اوكي فبتظهر المش اللي قدام حضرتك دي فبتلاقي احيانا لما تبقى البلاطات صغيرة كده ومتقسمة تمام ممكن المش ما تكونش ماشية مع بعضها طب بالحقيق الموضوع ده ما حصلش هنا لكن يقدر يحصل او ممكن يحصل فحاجة ثانية طب انا مش عايز القصة دي تحصل انا عايز البلاطات المش بتاعتها تبقى ماشية كلها مع بعضا عايز المش بتاعتها تبقى ماشية كلها مع بعضا طب ورياكم مثلا انا البلاطة اللي قدام حضرتك دي مكنتش مرسومة بالمنطقة في السهولة دي كانت مرسومة بحاجة ثانية انا كنت رسمها مثلا مثلا بامر بولوليلاين فكنت رسم البلاطة دي ادي الحدود بتاعتها رسمها كده ورسم البلاطة التانية ادي الحدود بتاعتها بالمنظر ده كده حل فانت عندك كده البلاطة موجودة بالمنظر ده وبلاطة تانية موجودة بالمنظر ده طيب لو جيت ظهرت المش ساعتها هتلاقي ان المش بتاعتك مش متزبطة انا لو جيت ظهرت المش هتلاقي ان المش عندي هنا فيها مشاكل او مش متزبطة انا نفسي المش بتاعتي تظهر بالمنظر اللي قدام حضرتك ده فهنا باش مانتس هنستعمل امر كويس جدا اللي هو الامر بتاع ان انا ادمج اتنين اريا مع بعض دي دلوقتي معمولة اتنين اريا وبالتالي بيظهر فيها مشاكل في المش طيب انت نفسك هما اللي اتنين يبقوا اريا واحدة الموضوع ده زي ما احنا استخدمنا قبل كده لما رسمنا لاين كده حل? ورسمنا لاين تاني كده كاميرات وحبينا ان احنا نقسم البلطة دي فقمنا مختارينها وقلنا له ايدت ايدت ايريا لو سمحت عمل لي ديفايد للاريا قسمها لي على الانترسكشن ده فبتبقى دي بلطة لوحدة هقضر احزفها ودي بلطة لوحدة فبقت كل بلطة لوحدة الامر اللي احنا هنستخدمه هو العكس بتاع الامر بتاع سبلت وهو امر انا عندي بلطتين زي المنظر اللي انت شايفوا ده فانا ممكن اختار البلطتين واجي من امر ايدت ايدت ايريا واقول له يعني ايه يعني ادمج البلطتين دول مع بعض وبالتالي زي ما حضرتك شايف بقت بلطة واحدة ما بقتش بلطتين يعني انا الاول كنت امسك الجزء ده اه ده احزفهم لكن دلوقتي لما مسكت البلطتين اخترتهم وعملت لهم القصة بتاعة ايدت ايريا بقم بلطة واحدة وبالتالي لما تيجي تشوف المش بتاعتك هتلاقي ان المش بتاعتك مظبوطة وما فيش فيها اي مشاكل خالص ولا حتى فروقات بسيطة وبالتالي باش منص حضرك ممكن تستخدم الامر ده لو انت عندك شكل غير منتظم ولقيت ان الشكل غير منتظم ده انت كنت رسم كل بكية لوحدها وبالتالي ظهرت مشاكل في المش فممكن تاخدهم كل جزء مع بعض تعمل لهم ميرج وبالتالي تصبح البلطة الكبيرة بلطة واحدة في حد كده ما فيش اي مشكلة اعتقد في الموضوع ده وارب يكون الفيديو يبقى عجبكم ان شاء الله